السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في قناتكم قناة المعلومات في متناول يدك وأريد أن أشكركم مقدماً على المشاهدة أتمنى أن تستمتعوا بمشاهدة الفيديوهات وتعلم أشياء جديدة والآن لنبدأ السؤال الأول ما السورة التي تسمى سورة النبي؟ هل هي سورة الأنبياء؟ أم هي سورة القصص؟ أم هي سورة التحريم؟ الجواب الصحيح سورة التحريم السؤال الثاني في أي سورة وردت الوصاية العشر في القرآن الكريم؟ هل هي سورة القيامة؟ أم هي سورة الأنعام؟ أم هي سورة الأنفال؟ الجواب الصحيح سورة الأنعام السؤال الثالث ما هي الأرقام التي وردت في سورة القدر؟ هل هي رقم مئة؟ أم هي رقم ألف؟ أم هي رقم عشرة؟ الجواب الصحيح رقم ألف السؤال الرابع السؤال الرابع ما هو أكبر عدد تكرر ذكره في القرآن الكريم؟ هل هو ثلاث؟ أم هو واحد؟ أم إثنان؟ الجواب الصحيح هو العدد واحد سؤال الخامس إحدى الحيوانات التالية لا تستطيع القفز هل هي الزرافة؟ أم هل هو الفيل؟ أم هو وحيد القرن؟ الجواب الصحيح هو الفيل السؤال السادس أين ولد النبي إبراهيم عليه السلام؟ هل ولد في العراق؟ أم ولد في فلسطين؟ أم ولد في الأردن؟ الجواب الصحيح ولد في العراق السؤال السابع ما هو العضو المسؤول عن التوازن في جسم الإنسان؟ هل هو المخيخ؟ أم هو القلب؟ أم هو الطحال؟ الجواب الصحيح الجواب الصحيح هو المخيخ السؤال الثامن كم عدد الأصنام التي كانت حول الكعبة قبل الإسلام؟ هل كانت ثلاثمائة وستون صنم؟ أم هو أربعون صنم؟ أم هو أربعمائة صنم؟ الجواب الصحيح، ثلاثمائة وستون صنم؟ السؤال التاسع أكمل المثل التالي دوام الحال من هل هو الجمال؟ أم هو الحلال؟ أم هو المحال؟ الجواب الصحيح هو المحال السؤال العاشر ما هو أول طعام أهل الجنة؟ هل هو الدجاج المشوي؟ أم هو العسل؟ أم هو كبد الحوت؟ الجواب الصحيح هو كبد الحوت السؤال الحادي عشر كم تغطي اليابسة من سطح الأرض؟ هل هي تسعة وستين بالمئة؟ أم هي تسعة وعشرين بالمئة؟ أم هي تسعة وخمسين بالمئة؟ الجواب الصحيح تسعة وعشرين بالمئة؟ السؤال الثاني عشر من هو النبي؟ ابن النبي؟ ابن نبي؟ ابن نبي؟ ابن نبي؟ هل هو اليوسف عليه السلام؟ أم هو هود عليه السلام؟ أم هو إدريس عليه السلام؟ الجواب الصحيح يوسف عليه السلام السؤال الثالث عشر كم عدد العضلات في جسم الإنسان؟ هل هو ستمائة وعشرين؟ أم هو مئة وعشرين؟ أم هو ثمين وستين؟ الجواب الصحيح ستمائة وعشرون السؤال الرابع عشر كم عدد عيون الماء التي فجرتها عصى موسى عليه السلام؟ هل هي ستة عيون؟ أم هي تسعة عيون؟ أم هي اثنى عشر عين؟ الجواب الصحيح اثنى عشر عين السؤال الخامس عشر ما هي وسيلة النقل الأكثر أماناً للركاب؟ هل هي السيارة؟ أم هي القطار؟ أم هي الطائرة؟ الجواب الصحيح هي الطائرة السؤال السادس عشر كم تعادل الصلاة في المسجد الحرام؟ هل هي مئة ألف صلاة؟ أم هي مئة صلاة؟ أم هي خمسون صلاة؟ الجواب الصحيح هي مئة ألف صلاة؟ السؤال السابع عشر كم يبلغ طول لسان الزرافة؟ هل هو عشرة سانتي متر؟ أم هو عشرون سانتي متر؟ أم هو خمسون سانتي متر؟ الجواب الصحيح هو خمسون سانتي متر؟ السؤال الثامن عشر ماذا كان يعبد قوم النبي إبراهيم عليه السلام؟ هل كانوا يعبدوا الشمس؟ أم كانوا يعبدوا الأصنام؟ أم كانوا يعبدوا النار؟ الجواب الصحيح كانوا يعبدوا الأصنام؟ السؤال التاسع عشر ما هو الحيوان الذي ليس له رأس ولا فم ولا عيون؟ أجب عن السؤال في التعليقات واشترك في القناة لتشاركنا الإجابات على أسئلة مماثلة شكراً للمشاهدة سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك للفيديوهات والإعجاب بها وتعليقك عليها شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة